سيدات والسادة مساء الخير في تاريخ مصر هيئات وجمعيات وأماكن تاريخية كانت في عصرها منارات فريدة تعكس التطور العلمي والحضاري الكبير الذي شهدته مصر خاصة منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين من هذه المراكز العلمية العظيمة الجمعية الجغرافية المصرية التي تحتفل يوم 19 مايو الحالي بمرور 147 سنة على صدور المرسوم الأميري للخدوي إسماعيل بإنشاءها كان الهدف من إنشاء هذه الجمعية في ذلك الوقت هو ترسيم حدود مصر الجغرافية التاريخية واستكشاف عمقها الإفريقي وإرسال العلماء لاتشاف منابع النيل وتأمين حقوق مصر المائية الجمعية الجغرافية الموجودة حتى الآن في نفس موقعها التاريخي بالقرب من ميدان التحرير ما زالت تحتفظ بأغلى وأنظر الخرائط والأطالس والوثائق الجغرافية لمصر وأفريقيا وأيضا بتحتفظ بهذه الخرائط للعالم كله ولا ينسى المصريون أن خرائط الجمعية الجغرافية كانت لها كلمة الحسم أمام المحكمة الدولية لإثبات حقوق مصر التاريخية في طابة هذه الجمعية التي تضم كنوزا تاريخية لا تقدر بثمن تتعرض منذ سنوات طويلة للإهمال والنسيان وحديثنا اليوم من مصر عن هذه الجمعية الجغرافية المصرية وكيف ننقذ هذه القطعة الغالية من تاريخ مصر العلمي والحضاري أهل بكم اشتركوا في القناة